تحسن طفيف تشهده مؤشرات الاقتصاد البريطاني لكن معدلات التضخم لا تزال الأعلى منذ 40 عاما وطيرة ارتفاع الأسعار تفوق بكثير معدلات الزيادة في الأجور مما يثقل أعباء الأسر البريطانية طباطه معدلات التضخم خلال أغسطس الماضي بأفضل من التوقعات مع انخفاض أسعار وقود السيارات وبالرغم من ارتفاع أسعار غذاء وذلك بعد أن بلغ ذروته في الشهر السابق وبحسب مكتب الإحصاء الوطني البريطاني تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى 9.9% في أغسطس مقابل 10.1% في يوليو وهو ما يعد أفضل من توقعات المحللين البالغة 10.2% أسعار المواد الغذائية والمشروبات الغازية ارتفعت في أغسطس الماضي بنسبة 1.5% مقارنة بشهر يوليو وكان هذا أكبر ارتفاع من يوليو إلى أغسطس منذ عام 1995 ومع بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا ارتفعت أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم وكان هذا أحد العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية في بريطانيا ومع ارتفاع معدلات التضخم عالميا تحاول البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك بنك إنجلترا السيطرة على التضخم المتصاعد عن طريق رفع أسعار الفائدة ويقول الاقتصاديون أن بنك إنجلترا لا يزال من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة على الرغم من التراجع الطفيف في معدلات التضخم من لندن يندم إلينا الدكتور نهاد إسماعيل الخبير الاقتصادي ألا بك دكتور إسماعيل على شاشة الغد بداية أسباب هذا التراجع في نسبة التضخم وماذا يعني ذلك من يستفيد من هذا التراجع شكرا أستاذ أحمد على الاستضافة وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام التضخم في بريطانيا هو الأعلى كما جاء بالتقرير ربما منذ 1982 وسيستمر في الارتفاع لكن التراجع الضئيل من 10.1% إلى 9.9% هو إشارة إيجابية لكنها متواضعة جدا وسوف لا توقف التضخم التضخم سيستمر في الارتفاع ولكن يبدو أن هناك طباطع في وطيرة أو سرعة التضخم لأسباب منها عديدة منها انخفاض أسعار الوقود في محطات التجزئة ونعني بذلك أسعار البترول والديزل هبطت 14.3% بين يوليو تموز وبين أغسطس ومرشحة للانخفاض أكثر مع تراكم المشاكل العالمية والمخاوف من تراجع الطلب العالمي على النفط ومحاولات الصين لاحتواء الكوفيد وإغلاق بعض المناطق وتقليل الاستهلاك للنفط والغاز هذه نقطة مهمة دكتور إسماعيل دعني أستفسر منك ما سبب هذا الارتفاع وما هو سبب الانخفاض من يسيطر على هذا الأمر التقديرات الأوروبية تتحدث عن أرباح هائلة حققتها شركات الطاقة نعم هذا سؤال المتشابك دعني أولا أقول أن المحرك للأسعار والتضخم في بريطانيا في هذه اللحظة التي نتحدث فيها هي أسعار المواد الغذائية وليست أسعار الوقود والنفط والغاز وأسعار الديزل المشكلة في أوروبا أنها تعاني من أزمة طاقة كبيرة بسبب اضطراب سلاسل الإمدادات وكذلك قطع الغاز الروسي عن أوروبا ثم رفع الأسعار إلى مستويات 500% منذ العام الماضي وارتفعت الأسعار في بريطانيا سبع مرات ما كانت عليه قبل عام لذلك أسعار الطاقة هي أمر منفصل هناك أرقام تقول إذا تم استثناء الطاقة وتم استثناء الغذاء التضخم الحقيقي سيكون 6.3% وهناك أيضا ما يسمى Retail Price Index مؤشر أسعار التجزئة في الواقع التضخم الحقيقي 12.5% لأنه إذا شملنا أشياء كثيرة غير مشمولة مثل أسعار تذاكر القطارات أسعار السفر وكل هذا لذلك أرقام التضخم 10.1% 9.9% 10.1% هو رقم متوسط لسلة من السلع والتي تشمل أسعار البترول البنزين والديزل وكذلك أسعار المواد الغذائية ولكن أوروبا تعاني وبريطانيا أيضا بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي منعت أوكرانيا من تصدير المواد الغذائية وكذلك قللت التصدير الروسي وكذلك انقطاع الإمدادات الطاقة خاصة للاتحاد الأوروبي وألمانيا بالذات لذلك هناك مشاكل مترابطة ولكن كلها ترفع تؤدي إلى ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار نعم هذا التراجع البسيط حتى استفيد منك بأكبر قدر ممكن ضمن الوقت المتاح دكتور نهاد هذا التراجع البسيط في معدل التضخم رغم أن هذه المعدل هو نسبي وسطي وليس المعدل الحقيقي هل يستفيد المستهلك من ذلك؟ نعم يستفيد قليلا لأنه الآن عندما تذهب لتعبئة السيارة بالبنزين تدفع أقل كنت أولا إذا عندك سيارة متوسطة الحجم تدفع قبل عدة أسابيع 100 سترليني لتعبئتها الآن ربما إذا تدفع 85 أو 90 تشعر بالارتياح وقبل عام أو عامين كنت تدفع 60 أو 70 لذلك هي خطوة جيدة لكن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية خاصة المواد الغذائية ارتفعت 9.5% في أغسطس وكذلك أسعار الخضار الطازج والفواكه 10.5% وثم أسعار المشروبات الغير كحولية نعني هنا الكوكاكولا والعصير وهذا ارتفعت 1.5% فالمواد الغذائية والمشروبات هي التي تحرك التضخم في هذا الوقت بالذات لكن البنك المركزي البريطاني بانكوف انجلند عليه اتخاذ خطوات سريعة برفع أسعار الفائدة ليكبح جماح التضخم وكان المفترض أن يجتمع الخميس غدا ولكن هذا أجل بسرط ترتيبات جنازة الملكة إليزابيك إلى الأسبوع المقبل 22 سبتمبر سيتم رفع أسعار الفائدة وهناك حاجة لرفع أسعار الفائدة عدة مرات قبل أن نرى أن التضخم سيعود إلى أقل من 7 أو 8% لأن الهدف هذا التراجع المؤقت وعذرني على المقاطعة دكتور نهاد من جديد هذا التراجع المؤقت وتوقع ربما المزيد من التراجع في المستقبل القريب يعني بصيغة أو بأخرى إلى أي مدى يبعد هذا التراجع في نسبة التضخم شبح الركود هذا سؤال مهم جدا أولا الركود الاقتصادي سيحدث لا محالة حسب توقعات الاقتصاديين والبنوك الاستشارية والاستثمارية إذا رأينا انكماش اقتصادي في ربعين متتاليين العام أي 6 أشهر متتابعة إذا كان هناك انكماش اقتصادي هذا يؤدي إلى ركود اقتصادي هذا لا هروب منه مهما فعلت ليزا ترس ولكن أجراءات ليزا ترس دعني أقول أنها ستساعد في كبح جماح التضخم خاصة أنها وضعت سقف لأسعار الغاز التي سيدفعها المستهلك البريطاني أسعار الطاقة حتى والكهرباء يعني بحيث لا تزيد عن 2500 للعائلة المتوسطة الحجم كل عام هذه خطوة جيدة إيجابية ستكبح جماح الأسعار ولكن أيضا لا تستطيع هي أن تتدخل في أسعار النفط والغاز العالميتين التي تعتمد على عوامل جيوسيس السياسية وطلب عالمي واتفاقات أوبك وغيرها لذلك هناك عناصر متشابكة البنك في إنجلترا هذه نقطة مهمة أنه يستهدف تقليص التضخم أو تخفيض التضخم إلى 2% لتحقيق هذا الرقم عليه أن يستمر في رفع أسعار الفائدة لعدة شهور متتالية أي تشديد السيولة النقدية مدام هناك سيولة نقدية في جيوب الناس سينفقون وعندما يزداد الإنفاق ترتفع الأسعار